صباح الخير او مساء الخير يا برج الحوت فهنبدأ ببرج الحوت القراءة العاطفية وان شاء الله خير بازن الله ان شاء الله طيب نشوف الطاقة العامة لبرج الحوت وللشريك كمان ده بحبك او بحبك او او برج الحوت يعني مش زار ده عايز بجد يعني عايز بداية جديدة عايز بداية حقيقية بداية بقرار فعلا هو شكله كان بيستهبل مسلا كان بيتلكع معك كان بمثلا تقوله ازايك يرد عليها بعد يومين مثلا مثلا يعني الشخص ده عايز التباعد اللي مابينكو ده ينتهي بقى بالزبط احنا بلنا تباعد بنكلم بعض في الاحلام على فكرة هو بيحلم بيك ولما اقول بيحلم بيك مش لازم يكون بيحلم بيك اللي هو بيشوفك بقى على اخصانه بيض وإلى لا لا الكلام ده ممكن يكون بيحلم بيشوفك مثلا الفلقطة في الحلم كده فعايز ان يتباعه ده بقى وفرسة جديدة نبدأ بقى فرسة جديدة بقى ونبطل بقى انا بدق بجد بدق بجد شخص ده تقريبا زي ما قلتلك كان مخاب مشاعره كان قافل على مشاعره وحططها كده جنبه وبيرفضك بيصدق فانت زهقت قلت له خلاص يا عم بقى لما انت خلاص شكرا يلا عم نروح بقى خلاص اهو انا حكمت بالعادل اللي انا جاي لك ولا انت تروح لي وسلام عليكم وعليكم السلام وانا اروح لي واشوف لي بقى حد تاني تديره الحب اللي عندي ده بقى ما خلاص بقى خلصت صحي من النوم ملاقكش انت مشاعرك زي السعب انت ممكن تكون لما هو يجيلك انت هتبقى فرحان قوي بس انا اقولك انت هتبقى فرحان بس في نفس الوقت هتباين بقى طبعا بقى برج الحوت لما كرة تيجي في ملعبه بيتهنك بقى هتبقى فرحان وسعيد جدا ولكن ممكن تكون مثلا يعني مش هتتغر ولكن هتقول معلمه درس معلمه درس هو يعني 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 يسبني ويمشي اه شفت شفت اه انت تعبان قوي برج الحوت تعبك قوي 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 تعبك قوي انت كمان انت تتشافيت انت تتشافى انت انت انتظرت رجوعه كتير قوي الشخص ده قلمك بطريقة ما تتصورش الشخص ده ممكن ما تكونش خيانة بس ممكن تكون مثلا رائبته مثلا فلقيته بيعرف ناس تانية وانت بتتكلم معاه طب يا عمي طب بتكلم بتكلم ناس تانية طب يا سيدي ما تفهمني حقيقة مشاعرك ده ايه لا ما بيردش وانت عندك حليل شديد قوي ليه مع انك واخد العشر صيوف بس برج الحوت بناعمل في ايه القلب الطيب ده نعمل في ايه طيب وخلي بالك هو شعر ان انت انت الحب الحقيقي انت الحب الحقيقي ما تخافش انا عارفة ان برج الحب يندم جدا على الحالات اللي ادهال الشخص مصلا ادتي اتمام ادتي ايه حاجة ما تخافش الكرة في ملعلك انت انتظرته كتير قوي قوي انتظرته يتعدل مرة واثنين وثلاثة اديتكم تنبيهات مرة واثنين وثلاثة لغاية ما قلت بس كفاية عشر صيوف كتير قوي يعني زي ما يكون حصل شيء خلاك تنهي المضوع تقوله مع السلامة بقى كفاية كفاية بقى انا خدت عشر صيوف في الدهري اخي وانتظرتك بيني فيك كفاية بس بيني بينك انت وحشني يعني حرام بقى فانا متفقلة بالكارتين دول لان هو عايز يجي اوكي بس هو محتر شوية بس نييته حلوة هو ده جدة بقى هقولك بحبك بجد والله مش هقولك الكلمة اللي اقولها به واخيرة كيف تبقى بفتيك لا 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 هي بحبك طب هو شايفك ازاي شايفك البيتج اوف بانتكالس شايفك عرض بس عرض هو مش حوار كبير ولا زويل بس هو شايفك فرصة فرصة انت فرصة فرصة حلوة بكل النواحي بقى انت فرصة حلوة فرصة شكلا وشايفك ان انت شخص يعني ينجذب جدا وان انت كنت مقدم له عرض حلو قوي يعني ما شايفك فرصة وشايفك العرض كمان انت كنت مقدموله العرض صادق مش اللي هو اي كلام بس عرضك كان صغير يعني اللي هو كنت داخل اه بس مش قوي كنتش داخل معه قوي وانت برضو شخص وشايفك فرصة شايفك فرصة فرصة حلوة فرصة مش اي كلام يعني في المقابل انت شايفه تاقل هو ايه غالبة قوي هو المائية برضو الشخص زي ما قلتلك جامد في المشاعر قوي بيخب مشاعره ودايما دايما كلامه تقيل يعني وتحس ان هو انا اسفة في الكلمه غدي يلا غدي في التصرفات ومش بيوزن مش بيوزن تصرفات ممكن يرافع سيفه على اي حاجة اي حاجة رفع سيفه يعني اي يا عمي طب ما تاخدها ما بيخدش ود إنت شايف عمد المشاعر بسمس ومش جامد المشاعر يا برج الحود الظاهر والله اعلم ان الشخص دا كان عنده ازمة كمان شخص دا كان عنده ازمة و بيحله دا كان سبب التداعض ان هو كان عنده ازمة الازمة دى كانت مخليا كده ممكن تكون ازمة مالية او ممكن تكون كنتو في علاقة ثلاؤية وهيتخلص من الطرف الثالث ويجيلك هو كان عامل الوش ده لانه ما كانش عارف يعمل ايه يعني اروح لده ولا اروح لده وكان محتار هو شخص محتار مش عارف يعمل ايه طيب انت يا عم انت اللي عايز تقدم لي كاس الحب انت بقى هتعمل ايه الفرصة ايه ايه مش الفرصة ايه اللي بيفكر يعمله هو هو ندمان جدا قوي ندمان لدرجة انت متى تخيلهاش وانا عارف انك يناس تقول لي لا 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 ده عمره مبقى ندمان مش بيبين بص انت شايفه ازاي دي اللي انت شايفه ده حقيقة هو ده اللي بيظهره للناس انا جامد انا قوي انا ايه ولا تقصر معي ولا ايه حاجة الخطوة اللي هياخدها انه ندمان قوي ممكن يكون حيرجع بس هيرجع وهو مخزول ومكسوف منك لان انت مقابله باللابرز انت بتحبه وبرجل الحوت قوي بس انا مش عارف اقولها لك ازاي بقى يلا فهو لما يرجع الخطوة انه هو عايز يرجع بس ما يبقى مكسوف يعني ممكن يتكلم معك بس اللي هو يتكلم ايه مسلا عامل ايه ازاي مثلا متكلمش كلام مباشر تمام يعني حتى هنا شخص مخبي مخبي ما شعره فهو ممكن يرجع ولكن هيرجع اللي هو مش الرجوع اللي هو ايه مسلا يلا نجاوز دلوقتي او يلا نرجع دلوقتي حالا لا هو هيبقى مكسوف قوي وبيترقب انت هتعمل ايه لانه شخص ده شكله عندك البناء عالي قوي قوي يعني مش زور ويحبش حد يجرحه ولا حد لو برج الجوزاء يبقى لانا بقوله ده صح اه بالزبط اهو شوف اتكارت التالت كانت علاقة سلسية كانت علاقة سلسية زي اللي انا قلت بزبط فيه قرار هو خده الشخص ده يئنه اختار طرف غيرك في الاول خالص وبعد كده تدين لي ان الطرف ده ايه كلام ولها العلاقة دي كان في علاقة كارما شخص ده كان في علاقة كارما لو انتم ما تعرفوش فممكن يكون كل في علاقة سلسية كانت فيه علاقة كارما شخص ده عايز يجي عشان شايفك الاستقرار شايفك ان انت ممكن بص بقى ركز معي من البيج اوف بانديكلز للكينج انت البرينس شوف انا لفت على كام واحدة ورجعتلك انت في الاخر انا شفت كام رجل ورجعتلك انت في الاخر فهو عايز الاستقرار بس لو رجع هيرجع كده لشان ما تستغربش مش هيقول مشاعر خالص هو الاول هيجس النبط مساء الخير مساء النور عامل ايه او عامل ايه متعرفش نعمل ايه اصل الفوتة الصغيرة عمالها تعيط والفوتة كبيرة الامة مش لايه بس هو ده هيقوله انه ما ما تتوقعش ادخل يقولك انا بحبك انه بص اي كلمة هيجل هيطير لانه يعني مش عارف يوري وشه منك انت شاب الامة هو طعمك عشرة طعمات هو عارف هو عامل ايه كويس اوي عارف هو عامل ايه كويس اوي وعارف انه كان مبايع فرصة من ايده بس انت بقى مش هتسكت انت هتقوله انت لسه طاعتين ده متعيط يلا يا عم يلا عم انا بحبك زلفرس انت هتبايله مشاعرك على طول ممكن ولا هتعمل ايه دعنا نشوف كده بس برب الحوت هو وحشك اوي يا برب الحوت وانت هتفرح به اوي بس ممكن يكون يعني اللي انت هتعمله ان انت لما يقولك انا غلط في حقك وتعالى نصلح العلاقة اه انت اش معقول يا برب الحوت كده وبعدين في قلبك الطيب ده بقى نعمل فيك ايه بقى الشخص ده هيرجع وهو مجروح من علاقة سابعة وانت هتقوله انا هشفيك انا هخليك تتشافى شخص ده هيجي يقولك انا تعبان تعبان قوي انا غلط انا عارف انا غلط هتقوله ولا يهمك ممكن تتعبو بص ممكن في الاول تعمله الوش ده ممكن يعمله ان انت مش واخد بالك منه مثلا او لو اهلا مسهلا تفضل تفضل اهلا بك يا اخوي اهلا اهلا تفضل اه ها ها خدت ايه ها خدت ايه من اللي انت روحت لها كده مثلا ولكن انت في غرضك جوا نفسك انك عايسش فيه في غرضك جوا نفسك ترجع العلاقة دي تاني انت بتحبه ده توقع مروحك ما تجدبش ع نفسك بقى ما تجدبش ع نفسك اكتر من كده اهو انت جواك دي خطوتك خطوتك ان انت ترجع له تاني لان انت شايفه الاستقرار هو شايفك الكنج اوف بانتكينس وانت شايفه العشر كبات احنا متفقين انت متفقين ده رجوع لما حال دي خطوتك اللي هو ايز اخدها لو هو اخد الخطوة دي انت تاخد الخطوة دي ما اخدش الخطوة دي انا مش اخد الخطوة دي بس بكل بساطة طيب بص بقى هو الان من ايه اللي قالقه او هو شايف ان العلاقة دي اه لو انا جيت مثلا وقدمت عرض ايه اللي ممكن ايه حسن بص بقى عشان هو عارف اللي عمله وعارف انه هو استفزك واخرج اسوأ ما فيك فهو خايف ان العلاقة دي تنتهي بالرفض عشان كده مش عارف يوري وشه منك خايف يرجع مع انك بتحبه بس واخد يرجع عمل بلاوي الشخص ده عمل بلاوي بلاوي دي نسبالك فخايف يقدم عرض شخص ده عنده كبرياء بشع فخلي بالكم عشان ده او زي ما قلتلك هتصده جامد هيجري فخايف يروح هيقدم لك عرض ترفضه يزعل بقى هو يزعل دايق بقى انت عندك ورود تانية على فكرة بس انت كنت منتظر عرضه وقص انت كنت منتظره ومرجعش وخايف ظنك كتير قوي سهو خايف بقى بعد المدة دي كلها يعني هي هتقدل هتقدم مني ان هي ترجعني يعني بعد اللي احنا عمل ده فيه بتعمل فينا ده كله هيقدم يتكلمني مرة تانية او خايف كده مثل انت شايف عكس كده الجاحية غريبة يعني شايف انها هتبقى علاقة فيها تواصل جميل قوي يعني شايف ان هي علاقة حلوة قوي يعني ايه ده في ايه على فكه ممكن تكون العلاقة السوري افتراءه عكسية وممكن يكون هو اللي شايفك انت اللي جامد وانت بقى اللي ندمان بس ايه ما اعتقدش ان انت اللي ندمان ما اعتقدش يا برج الحوت برج الحوت مبيندمش على اي حاجة سابها عموما بطرح كبس ده طلعت لك مقلوبة وده كمان مقلوبة يعني الورق انا عدلية لا مش عدلية تخيل يلا جامدت مقلوبة وكويس ان هما جم مقلوبين شوف بقى يعني حظك يا برج الحوت ازاي خدت الورق مبسطتش فيه وكرتك هنا كمان بص يا برج الحوت دي من عند ربنا على الاسمش هتكلم تاني شخص ده كان بيتلاعب بيك مش في الاول مش بيتلاعب كان بيتملص منك تجي تقول له ازاي كعمل ايه رد عليك بعد ثلاثة ايام ايه حمد لله كويس كان كل ما تقرب منه ايه بات اقرب ايه بات لو كنتم مرتبطين فهو هراك 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 خيانة تتكلمه تلقيه ويتنج مع واحدة مثلا تتكلمه هتلاقيها مثلا عمضة لايك لواحد مثلا اي حاجة المرة دي عايز يجيلك بعرض عرض حقيقي عرض مش هجدب عرض كل حب انا حسبي امتك انا مش هجد منك تاني انا بحبك من الاخر انا عايز اشيب بقى اللي حصلي شخص ده يا امه هي حاجة من حال تاني يا امه هو في عن ستة وبعده هو اكتشف امتك يا امه دخل في علاقة تانية كانت علاقة ثلاثية وطرف التالب بالمعنى الاضطي كده مش هايز اقول الكلم على اوه بس هو خط السبنة طيب انو مفرحني في الليلة دي مع انك انت هو خايف منك ولكن العلاقة دي مستقبلها ان شاء الله باذن الله في الشهر لو انتو رجعت البعض ان في شوية الكاف في الاول للحلقات دي كلها فهتبقى علاقة جميلة مش علاقة ثلاثية لا 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 هتبقى فيه احتفال هتحتفلوا مقلوبة دي ولا ايه لا هتحتفلوا ممكن ممكن اه ده ممكن يقولك ايه ناعز اتجاوزك يلا يا عم يلا يا عم نتجاوز يا عم انا خلصت خلاص شخص ده عايز يتجاوز شخص ده عايز يتجاوز لان اه ايوه بقى هو ده هو ده هو ده الكلام اللي يفرح شخص ده عايز ينهي الماضي يقفل صبحك قديمة بقى ايه اقفل بقى برب الحوت بقى ايه اقفل وركز معي كده ركز ده انا توقم روحك يا عم دي العلاقة هي دي انا انا شايفك لو انت واحدة شايفك والعلاقة دي كان حزين جدا على انها انتهت اكتشف ان انت بص بص الورق بتكلم والله طعم انتو توقم روحك بطاعة بعض يعني مش يظهر الشخص ده لو كان بيه تلاعب بيك فهو عارف قلطته طيب لو رجع يا برج الحوت في انتصار لو رجع تاني انا عارفة ان مشاعرك كويسة زي الصعب انا هتفرح بس هال برج الحوت مش عارفة اللي هتطلع ايه اه في حد ما بين مش ممكن يكون هو اه اه فيه كاس حبة هيتقدم طيب حالي طيب برج الحوت تعبوا بهدوق ولا تكمل في هزي العلاقة اعطاك دي برج الحوت ان انت مفروض ان انت متعد بيش قوي لا طيب برج الحوت هيبقى متكبر عليه بقى انت جتلك ملعبي اه انت خايف اه شو قلتلكم انا كنت شك ان في حاجة هتحصل لا 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 ليه كده يا برج الحوت ليه كده ليه كوين كوين ليه 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 انت هتديله الكلام جميد قوي ده انت شايل له شوية كلام لا حصل ولا بحصل مش بقول لك انت يا خايف وعشان كده خايف منك بالزبت ومش عايز يوري وشه خالص ده هو بيحسد 1000 حساب يجي ولا مجيش ده انت شال منه الطريقة وعايز انتقل وعندك هماجز انت بتقول في نفسك انت بغريب اه يا بجم العود انت بتحبه وعايز معاه جواز وفي نفس ذات الوقت انت خايف مني بس هتحصل خناء هتحصل خناء وهتديله كلامي يعني جامد مش زل اللي هو بص بقى مرفعلك صيفي وبيعيلك عام أنا لا خايفة منك ولا اي انتاج شكرا للمشاهدة